بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشتركين ومشاهدين تحية طيب بعد أخوكم جمال باظفاري حييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال طبعا في المقطع اللي نشرت فيه عن مقارنة شبك تبريد الخارجي لوحدات تكيف واحد ونصطا زين بين جهاز قري وميديا وجنرال تقريبا واحد ونصطا كثير من الإخوان تكلموا عن قالوا لني يا أستاذنا يا جمال نحن صراحة ما استفدنا من هذا المقطع وما فهمنا شو الغرض منه وهل أو وما هي أفضل وحده بين هذول الثلاثة مقارنة مع هذه الطريقة مثلا من التقييم طبعا أنا لم أقيم هذه الأجهزة ولكن كنت أوضح للمشاهد أن في وحدات ممكن تجيك واحد طن أو سوري واحد ونصطا بشبك واحد وفي وحدات ممكن تجيك بشبكين وبالتالي المقارنة ليست بهذه الطريقة ولكن أنا أوضح لكم الاختلافات فقط لماذا هذه الاختلافات رح أوضحها بشكل أفضل ولكن في رأيي أنا ما رح أقول لكم مثلا والله من الأفضل لأن كل شركة لها طريقة تصنيع لوحداتها وبالتالي ما رح نقول والله أفضل من قري والميديا أفضل من قري لأن المقارنة أو كفاءة الجهاز هذا وجود التبريد واستهلاك الكهرباء لا تغارن عن طريق الشبك الخارجي ولكن تغارن عن طريق قياسات وقراءات محددة رح أتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل رح أوضح فقط الاختلاف في هذه الطريقة من إضافة الشبك الداخلي سوري الشبك الخارجي للوحدات أو جنرال صنعة الأجهزة مالها أو الوحدات الخارجية رح نتكلم عن الوحدات الخارجية فقط بارتفاعات مثلا 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 نتكلم عن ارتباع مثلا 60 في عرض متر نزيل وبالتالي عند صناعة هذا الجهاز قررت أنه أو بعد الاختبارات قررت أن الشبك الواحد نزيل وجود شبك واحد خارجي رح يكون مناسب لكفاءة التبريد في هذا الجهاز وبالتالي ما تحتاج أنها تركب شبكين ميديا وقري ميديا وقري صنعت الأجهزة هذه بارتفاعات مختلفة وحجاب مختلفة ممكن ميديا حطتها على ارتفاع 50 وقري حطتها على ارتفاع 60 بعرض مثلا 50 ونفس العرض ممكن بخمسين أنا أتكلم عن هذا تصوري لهذا الموضوع وبالتالي قررت أنه مثلا وجود شبكين أو قطائين من الشبك أو جزئين من الشبك الخارجي رح يكون أفضل للوحدات هذه من ناحية مثلا سعة التبريد لأن هذه كل الوحدات هذه عبارة عن طن ونص هذه طن ونص وهذه طن ونص أيضا مثلا هذه أو جنرال وهذه قري وهذه ميديا وبالتالي قررت أنه والله أنا عساسا نحصل على كفاءة أو سعة تبريد طن ونص لهذه الوحدات هذه يحتاج إلى شبكين لأنه عندي الوحدة الخارجية الصغيرة نزيل مقارنة مع الشركات الأخرى مثلا وبالتالي وضعت مروحة خارجية للتبادل الحراري أو التصريف الحراري للجهاز وجنرال حطت مروحة مثلا تناسب الشبك الواحد قري ممكن حطت مروحة أكبر ممكن ممكن أنا أعطيكم تصوري حطت مروحة أكبر تصريف للهواء نزيل مقارنة مع الأو جنرال وبالتالي رح تساعد على تصريف الهواء بشكل جيد من هذه الشبكين نزيل وقطعتين من الشبك وأيضا نفس الشي ميديا وبالتالي نحن يا جماعة الله أحفظكم ما نقدر نحدد منه الأفضل ولكن أنا أقول لكم في شركات ممكن تعتمد شو سمونا نظام الشبك الواحد للوحدات واحد ونصطا وفي شركات ممكن تعتمد نظام لوحين أو الشبكين نزيل للتبريد الخارجي للوحدة وبالتالي رح يكون نفس نزيل سعة التبريد لهذه المنظومات أما إذا كنا نبغي نغارا نزيل بين منهم أفضل أنا في رأيي أنا في رأيي أفضل الشبك الواحد لأن الشبك الواحد رح يكون أسهل لدخول الهواء نزيل أو تصريف الهواء الحار من الوحدة الخارجية مقارنتا مع الشبكين حتى لو كانت مثلا مروحة قوية لأن أحيانا ممكن الشبك هذا نزيل الداخلي نزيل أو الخارجي ينسد وبالتالي رح يكون عندك فقط تصريف من الشبك الأمامية هذا فقط رأيي ولكن المقارنة لا تكون بهذه الطريقة المقارنة تكون عن طريق بطاقة المواصفات للوحدة ورح أتكلم عنها إن شاء الله قريبا أرجو من الله العلي العظيم أنا أكون قد وفقت في إصال هذه المعلومة وننتغي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجمال شكرا جزيلا شكرا جزيلا